حذرت منظمة اليونسيف من التداعيات السلبية لنقص الأماكن المخصصة لغسل الأيدي على الصحة العامة لنحو 40% من سكان العالم خاصة مع التفشي فيروس كورونا في العالم غسل اليدين قد يكون أكثر ما تفعله وتسمع عنه هذه الأيام ولكن هل يمكن أن تتخيل أن هذا الأمر مؤمن فقط لثلاثة أشخاص من بين كل خمسة في العالم ففي وقت تؤكد كل الأبحاث والتعليمات أن الشيء الأساسي الذي يقي من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية هو غسل اليدين يتبين أن مئات ملايين الأشخاص حول العالم لا يتوفر لهم هذا الإجراء البسيط بسهولة هذا ليس تقديرا أو خيالا بل أرقام نشرتها منظمة اليونسيف 40% من سكان العالم أي 3 مليارات شخص لا يؤمن لهم أماكن غسل اليدين بالماء والصابون في المنزل 47% من المدارس لا إمكانية لغسل اليدين بالماء والصابون فيها أي ما يطال 900 مليون تلميذ أما الصادم فإن 16% من مرافق الرعاية الصحية أي مرفق واحد من كل 6 لا يملك مراحض ومرافق لغسل اليدين صالحة للاستخدام في الأماكن التي يعالج فيها المرضى هذه الأرقام واقع يعيشه كثر حول العالم وتحديدا في المناطق الحضارية المكتبة سكانيا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى لإفريقيا وفي جنوب إفريقيا وكذلك في آسيا كالمناطق الحضارية في كل من بانغلاديش والهند وإندانوسيا والفلبين أما مخيمات اللجوء فحدث ولا حرج فهناك تسقط كل التدابير الوقائية من فيروس كورونا الموصى بها كغسل اليدين والتباعد الاجتماعي ومتابعة لهذه الأرقام معنا من عمان المديرة القيمية للإعلام في منظمة اليونس في شرق الأوسط وشمال إفريقيا جوليات توما أهلا بك سيدتي كما ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى أرباجون في العاصمة باريس دكتور وحيد أحمد أهلا بك دكتور أحمد أبدأ معك سيدة جوليات هي فعلا أرقام صادمة ولكن ماذا يعني بأن السلاح الأبسط اليوم وهو غسل اليدين في المنزل غير متوفر لنحو ثلاث مليارات من سكان العالم يعني هي في الواقع أولا شكرا على التغطية ويعني هي في الواقع ليست أرقام بجديدة نحن في كل عام من في 22 مارس الذي يصادف غدا وهو اليوم العالم المياه نطلق هذه التحذيرات ولكن اليوم هذه التحذيرات وقعت على آذان سامعة بسبب تفشي الفيروس وبسبب الحاجة الملحة لتوفير المياه للأطفال دكتور وحيد اليوم أمام هذه المعضلة ربما قد يكون متأخرا هذا القرار أو ربما لمنع هذا التفشي في المناطق الأكثر فقرا هل من بدائل طبية يمكن توفيرها لمئات الملايين من المحرومين من غسل الأيدي؟ السلام عليكم للأسف الشديد الأرقام كبيرة جدا وواقع هذه البلاد معروف من زمان والمجتمع الدولي يحاول يساعد قدر الإمكان لكن ليس بشكل كافي الفقر وقلة الطعام وسوء التغذية وطبعا انعدام القدرة المادية على شراء المستلزمات الأساسية للصحة وللنظافة كل هذا يؤدي لنقص في المناعة وبالتالي تفاقم الأمراض يعني هذه البلاد معروفة مرة عليها الملاريا والكوليرا والدانج وأمراض كثيرة وعندهم شوية خبرة في الموضوع المشكلة الآن أنه بيعتبروا هذا المرض مرض الأغنياء وهم غير يعني معنيين فيه لكن مع ذلك في بعض البلاد ممكن ما يسلموا على بعض ممكن ما يجتمعوا مع بعض مثل كونجو وغيره وعندهم شوية خبرة بالموضوع لكن للأسف هذا الموضوع مهم جدا خاصة الآن في الحرب والاقتتال في البلاد العربية بينقصها أشياء كثيرة في المخيمات اللاجئين السوريين وفلسطينيين وغيرهم في العالم الفقير العالم تعيش في أماكن وبيوت من الصفيح فلذلك أدنى قواعد الوقاية غير موجودة هذا من جهة أريد أتوقف مع هذه النقطة دكتور وحيد سيدة جوليات عندما لا تتاح المياه بسهولة اجتماعيا وفي عام الاجتماع يرى الناس لا ضرورة لغسل ديهم هذا نوع من الثقافة المجتمعية وأيضا الثقافة الشخصية والصحية اليوم برامج التوعية لا تفيد أيضا هذه الأرقام الضخمة جدا وأنت قلت بداية بأنها أرقام علمية هذا يعني بأن ثلاثة مليارات من سكان الأرض معرضون اليوم للإصابة بفيروس كورونا ومحرومون من أبسط وسائل الوقاية من ضروري جدا استغلال فرصة هذا الفيروس وتحويله إلى فرصة في الواقع وتجديد عبر كافة المنصات من خلال وسائل الإعلام تحديدا تلعب دور مخيف جدا ضخم للغاية في نشر التوعية بين الناس يعني الآن نحن في طور سأعود إلى سيدة جوليات دكتور وحيد غدا اليوم العالمي لغسل الأيدي والعالم قد يقف أمام هذه الصدمة أو قد تتحول في أي لحظة إلى مأساة في عدد من الدول الثقافة الوقائية كيف يمكن تكريسها ما بعد كورونا رغم كل الأرقام المقلقة والفادحة التي نسمعها وتحديدا في هذه المناطق الأكثر فقرا والدول الأكثر فقرا في العالم أظن أن المجتمع الدولي عنده مهمة إنسانية ضخمة فيجب الالتفاة لهذه الشعوب ولهذه الأمم وإرسال البعاثات الطبية الوقائية والعلاج والتوعية وقبل كل شيء إطعام هذه الشعوب لأن سوء التغذية بحد ذاته يقلل المناعة وتوفير الأمن والأمان لهذه الشعوب بحيث أنه يستوعبوا معنى الوقاية ومعنى العلاج ومعنى المرض ومعنى الصحة يعني هذه الأشياء مفروض تكون من أبسط الأشياء في عام 2000 الأمم المتحدة دقت ناقص الخطر وقالت أنه يعني من علامات تطور البلد هو وجود الماء فإذا بلد ما في ماء يعني الأمور ليست بخير فلذلك يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذا ويرسل ما يجب إرساله لهذه البلاد وهذه الشعوب سيدة جوليات كنت تتحدثين عن أهمية التوعية ودور الإعلام هناك تقاطع اليوم لعدد كبير من البرامج ومنها برامج اليونيسيف المنظمة الدولية التي تعنى بشكل مباشر في التربية في الصحة وأيضا في تأمين العلاجات واللقحات كيف يمكن أن نذهب اليوم إلى مواجهة هذه الأعداد الكبيرة جدا إن كان عبر برامج تربوية وأهمية سلوك غسل اليدين ضمن الثقافات في هذه الدول وهذه البلدان فضلا عن تأمين ربما تمويل كاف إن كان لإيصال هذه المستلزمات المياه والصابون إلى المنازل والكل يعرف أن أيضا 10% من سكان العالم لتصلهم حتى مياه الشرب لو صلتنا الضوء على الوضع في المنطقة الوضع في المنطقة كان كارثي قبل هذا الفيروس بسبب عدد النزاعات وسبب العدد المهول من الأطفال الذين هم بحاجة ماسة للمساعدات أتى الفيروس ليضيف على مجموعة كبيرة من المشاكل يواجهها الأطفال في المنطقة مثل الفقر وأيضا التعليم إن عدم الفرص بين الشباب للأسف الصورة قاطمة ولكن اليوم نحن بصدد الحمد الإعلامي أطلقنا نفقد معك الصوت عبر سكايب سيدة جوليات أعود إليك دكتور وحيد كانت تحدث سيدة جوليات عن أهمية البرامج التعوية بأن هذه الأزمات هي مستشرة في عدد كبير من الدول التي تعيش تحت خط الفقر في عدد كبير أيضا من المجتمعات الأفريقية قد يكون العالم اليوم منشغل في مواجهة هذه المآسي تحديدا أوروبا ولكن قارات دولية اليوم مطلوبة للاستفادة من هذه المرحلة الدقيقة وهذا التحول العالمي؟ نعم الواقع أنا طبيب لا أريد أن أدخل في السياسة وتوجهات الدول العظمى والكبرى والمصاريف التي تضعها في كل مكان ولا المساعدات هذه الشعوب بالعامية بالأطارة يعني الفقر الموجود والمعاناة التي يعانيها الشعوب العالم الثالث بشكل عام والشعوب الأفريقية بشكل خاص يعني لا يجوز أن تكون موجودة بهذا العصر ونحن على مدى من التطور والإنسانية والاجتماعية والديمقراطية لذلك دروس اليونسيف والأمم المتحدة المفروض تكون موجودة وبرامجها تكون موجودة طبيب دكتور وحيد اليوم استحالة اليوم أولا التباعد الاجتماعي يليه غسل اليدين وهو ربما الأبسط في مواجهة فيروس كورونا يعني بأن الأرقام في الأسابيع أو الأشهر المقبلة ستكون قياسية وغير مسبوقة هناك شب استحالة في مواجهتها تحديدا في هذه الدول النامية وللتعيش تحت قط الفقر صعب صعب جدا أتصور قبول الشعب الذي يعاني من الحروب ومن الفقر ومن سوء التغذية وإلى آخره أن يفهم ما معنى الوقاية وأن يفهم ما معنى الجلوس في البيت وأن يفهم كل هذه النظريات بين قوسين الأوروبية والأمريكية صعب طيب سؤال أخير اليوم كلنا نتطلب مواجهة فيروس كورونا في مختلف العواصم في الدول الكبرى أو العظمى وصولا إلى هذه الدول الفقيرة كطبيب متخصص يشهد العالم تحول اجتماعي غير مسبوخ في مواجهة كل هذه الثقافات المتداخلة وربما قد يخرج العالم متعافي من هذا الإهمال الذي اتعرض له هذه الدول وهذه المناطق الفقيرة أو مناطق النزاعات أقله في على المستوى الطبي أو الصحي سيدي الكريم هذه ليست أول جائحة عشنا جوائح كثيرة من سنوات الماضية في السنوات الماضية وأقربها في 2002 بنفس الفيروسات الكورونا وفي 2013 وإلى آخر الأنفولوانزا للأسف الشديد نعم عشنا نفس الجوائح بجوء أبسط وشوي صغيرة لكن عشنا هذه الجوائح للأسف لم تلد شيء على الواقع العملي وفي صعوبة ومعاناة ما زالت في هذه الشعوب وهذه البلاد المتأخرة من جميع النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية والسياسية إلى آخره فلذلك يجب أن يكون هناك صحو الضمير في جميع البلاد المتقدمة لمساعدة هذه الفئة من الناس مباشرة من ستوديوهات سكاي نيوز عربية في العاصمة الفرنسية باريس رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى أرباجون في العاصمة الفرنسية دكتور وحيد أحمد شكرا جزيلا لك وكانت معنا من عمان المديرة الإقليمية للإعلام في اليونسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقا جوليات توبا شكرا جزيلا لك